بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي لكم تحياتي اهلا وسهلا بكم مع مراجعتنا لهذا العام هنراجع ان شاء الله الباب الرابع الكيمياء الكهربائي وانا حابب انوه ان انا في المراجعة بتاعتي هعتمد بشكل اساسي على حاجتين الحاجة الاولانية اللي هي كتاب دليل تقويم الطالب والحاجة التانية اللي هي بعض الافكار اللي هي وردت في الامتحانات والبوكلتس بتاعة الوزارة طيب الاول اولاد حابب انبه او انوه عن جزئية مهمة جدا جزئية لها علاقة بمتسلسلة الجهود الكهربية اللي هي لو انا عندي عنصرين او بي الواضح ان ال اي يسبق ال بي في متسلسلة النشاط الكيميائي فانا اديت ال اي جهد تأكسل موجب والديت ال بي جهد تأكسل سالب على اساس ان ال اي يقع في مقدمة المتسلسلة والبي يقع في مؤخرة المتسلسلة طيب هنا جهد تأكسل عكس جهد الاختزال يعني اذا كان جهد تأكسل لاي بالموجب يبقى جهد اختزاله السالب واذا كان جهد تأكسل ال بي بالسالب يبقى جهد اختزاله بالموجب طيب افهم من كده ايه ان الايه له جهد تأكسل كبير يعني له ميل كبير ان يتأكسد يعني عنده ميل كبير انه يفقد الكترونات إذن هو عامل مختزر فيختزر البي يختازر البي يبقى كل عنصر يختزر العنصر الذي يليه طيب ده معناه أن العامل المختزر القوي عنده أعلى جهد تأكسد أو أقل جهد اختزال احفظها معي عشان هتعوزها قدام البي البي عنده جهد تأكسد سالب أو جهد اختزال موجب جهد اختزال كبير يعني هو عنده ميل اكتساب الالكترونات يبقى جهود اختزاله كبير يعني ده بيميل ان يحصل له عملية اختزال اذا هو عامل مؤكسد يبقى يؤكسد الايه يبقى كل عنصر يؤكسد العنصر اللي يسبقه يبقى العنصر بيكون مؤكسد لللي فوقه ومختزل لللي تحته طيب تعالا بقى نشوف السؤال الاولاني بيقول ليه اختر الاجابة الاصح او سؤال مديني خلية اهيا خلية جلفانية ومديني اي جي زائد الكترون حيدينا اي جي وجنبها رقم وسيو موجب اثنين زائد اثنين الكترون حدينا سيو ومدي جنبها رقم اولا الاي عليها الدايرة دي بسميها اي ستاندرد او جهد قياسي طيب الجهد ده قد يكون جهد اكسد او جهد اختزال تمام هعرف منين ابص على المعادلة الاي جي كانت دخلة اي جي موجب واحد يعني عدد تاكسدها بموجب واحد خرجت اي جي زيرو يعني عدد تاكسدها بصفر يبقى حدث لها عملية اختزال يبقى الاي ده يعبر عن جهد الاختزال القياسي للفضة اللي هي بتمانية من عشرة والنحان زيها بالظبط حيكون جهد اختزالها بأربعة وتلاتين من مين اعرفت منين يا مستر انه جهد اختزال بتاع النحاس قلتلك بص على عدد التاكسد كان داخل موجب اثنين خرج صفر يعني حدث نقص في عدد التاكسد يبقى حدث عملية اختزال طيب عشان نحسب قاف ده الكاف عند لها تلات صيرة كم من ضمنهم الفرق في جهود الاختزال العنصر الاعلى في جهود الاختزال يعمل ككاثد فاذا هقول جهد اختزال الكاثد اللي هو عندي مين الفضة الشمعنى عشان عنده اعلى جهد اختزال ناقص جهد اختزال الآن اللي هو مين النحاس الليه عشان جهد اختزال وقال يبقى انه هقول تمانية من عشرة ناقص اربعة وتلاتين من مية تبقى اللي جيبه رقم الف اللي بعده تتشابه عملية الجالفانة مع تلك الناتجة عنه هنا السؤال ده محتاج تركيز اولا هي ايه الجالفانة عملية الجالفانة هي عملية من عمليات الطلاق الكهرام يعني عملية تغطية لفلز بفلز اخر تاني يعني ايه جالفانة يعني تغطية الحديد مثلا بالخرصين يبقى الجالفانة في تعريفها العام معناها ان انا بغطي فلز بفلز اخر بداية تشابه معه طلاق قضيب من الحديد بالقصدية واحد يقول لي مستر تابنت اللي هنا مخدتهاش جيم توصيل قضيب من الماغنيسيوم بمصورة من الحديد انا هنا بسألكش عن نوع الحماية ان هي حماية اينودي انا بسألك واجه التشابه في التعريف بتاع العملية طيب الشكل المقابل بيوضح بطارية والبطارية دي موجودة او مغموسة في محلول ن ايه توص او فور وعندي الاقطاب المجابة والسالبة في كل واحدة داخل فيها انبوبة اختبار وفي غزات قال لي ايه مين في دولا بيعبر عن تغير كيميائي افكرت التغير الكيميائي يا ابني لازم يكون بينتج عنه مواد جديدة يعني اول اختيار بيقول لي تكاثف سائل على ساق الزجاج طيب رقم ده اللي بيقول لي حرارة السلك المتصل بالبطارية تزداد برضو تتغير في زياء من اجدعو بالكمية يبقى هنا محصور بين به وجيم هل تكون غاز يدل على ان الماء الموجود بالكأس مزاب به نايتروجين واكسوجين ولا عند وضع شظية خشبية مشتعلة عند فوات الانبوبة يزداد اشتعلها عند تصاعد الغاز من الانبوبة هفكرك يا عسلين احنا قلنا يا واد ايه هو الغاز اللي بيشتعل او بيساعد على الاشتعال تاني غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال غاز الاكسوجين طيب انا كده محتربا به وجيم يا مستر هقول لك في به ايه لك غاز بيدل على ان الماء الموجود بالكأس موذاب به نيتروجين واكسوجين هقول له استنى ده كابريتات السوديوم فيش فيها نيتروجين يقول الاختيار اللي عنده هيكون رقم ديم ان هو تصاعد غاز الاكسوجين اللي هو يساعد على زيادة الاشتعال جهد الاختزال للقياس الهايدروجين في خالية الوقود يساوي وانا مغمض صفر غلط يا حبيب قلبي انا مش بسألك على جهد القياس للهايدروجين في قب بالهايدروجين القياس عشان تقول صفر انا بقول لك في خالية الوقود يعني احنا قلنا ان الجهد الهايدروجين قد يتغير عن الصفر ايه نعم لو تغيرت الظروف بتاعته اللي هي الضغط والتركيز هنا انا بسألك على خالية الوقود هنا كان عندنا اللي في المنهج جهد تأكسد الهايدروجين كان ب83 من مية اه بس هو عكس لك السؤال قال لك جهد اختزال الهايدروجين بكام اه رشك ده في دماغ وقول مستنور قال لنا ان جهد التأكسد بيساوي جهد الاختزال بس بإشارة مخالفة وانا عندي في خالية الوقود ان جهد تأكسد الهايدروجين كان ب83 من مية يبقى جهد الاختزال اعكس الاشارة تحدث انصاف تفاعلات اكسد واختزال عند الاختزال التفاعلات في كل الخلايا الكهربية تتضمن انتقال الالكترونات كل الخلايا الجلفانية تحتاج الى طيار كهربائي انا عارف انك مستعجل على الاجابة ده الاختزال يحدث عند الكاثر طبعا واضحة جدا معروف ان الخلايا يما جلفانية يما تحليلية والعبارة الخطأ هي رقم جيم ممتاز في الخلايا الجلفانية التي يحدث فيها التفاعل التالي نحاس مجابة 2 زاد كادميوم S هيدين نحاس S زاد CD مجابة 2 انا عايزك تتعلم وتكون معلم في قرية المعادلة يعني من المعادلة تقدر تحدد الاند والكاثد ازاي من تغير عدد التأكسد 2 يبقى هنا حدث اختدال يبقى انت يا ايون النحاس شغال كاثد كان داخل في امان الله بصفر خرج CD مجابة 2 يعني حدث له عملية اكسدة عرفت منين يوات زيادة في الشحنة المجابة يبقى هنا الكادميوم هو الاند وإحنا قلنا في الشرح ورجعتان الفيديو الشرح ان الكادميوم او الاند عمتا هو مصدر الالكترونات يبقى هنا الالكترونات هتنتقل من الكادميوم الى النحاس حلو او يبقى الالكترونات هتتحرك نحو النحاس طيب احنا قلنا عشان اضمن استمرار مرور الطيار لابد ان نعمل لدايرة كاملة closed circuit ازاي ان الالكترونات برا في السلك ماشية من الاند الكاثد لغنى الكادميوم للنحاس يبقى لازم الدايرة تكمل تحت في الالكتروليت ان الايونات تنتقل من نصف خالية النحاس الى نصف خالية الكادميوم يبقى بينا خالص سهيا يبقى انا بدور على العبارة اللي بتقول ان الالكترونات تنتقل من الكادميوم او تنتقل الى النحاس واضحة اللي جابها كل رقم جيم يبقى ايونات النطرات تتحرك الى نصف خالية الكادميوم لان هي تصل او الايونات السالبة تتجه نحو الانود اما الالكترونات تتجه نحو الكاثود خالية كهر وكيميائية حدث فيها التفاعل التالي 2A مجب 3 والA هو مين الجولد او الدهب زائد مين الانود تقول لي على طول الانود هو اللي حصل له عملية اكسادة عرفت ان يواد الزيادة في عدد التاكسود اللي هو الخرصين يبقى انا بدايتي ان مستر اللي لما تيجي تكتب الرمز الاصطلاحي ابدأ بالانود والانود بيحصل له عملية اكسادة يعني من زرة الى ايوم موجب والكاثود يحصل له اختزال من ايوم موجب الى ذرة يبقى هنا مبدئيا انا هاخد الاختيار اللي بيبدأ بخرصين اللي هو مين يا جيم يا دال يبقى انا كده استبعدت الف وبه طيب المفروض المستر نور قال ان الانود من ذرة الى ايود يبقى معنى كده ان رقم جيم ما تنفعش لان زد ان تحول الى اي و مجب 3 اقول لا ده غلط يبقى الاجابة رقم دال ليه زد ان تحول الى زد ان مجب اثنين و اي مجب تلاتة تحول الى اي و طب يا مستر معلش استنى ايه الارقام دي لازم تكون المعادلات موزونة يعني العدد للشحنات زي بعض الخرطين ثناء التكافؤ والدهب ثلاثة التكافؤ فاكر لما قلت لك لما تيجي تيجي المعادلة والارقام لا تقبل القسم على بعض زي الاتين والثلاث كنا بنعمل ايه كنا بنعكس الارقام يبقى الزد ان ثناء التكافؤ احط قدامه ثلاثة والإي ثلاثة التكافؤ احط قدامه اتنين كده الشحنات الكلية بقت ستة في النحيتين كده الإجابة رقم دال السؤال اللي جاي الليثيوم في بداية السلسلة الكهرو كيميائية وماله وبمقارنته بالنحاس النحاس موجود بعد الهايدروجين فوق قلنا زي ما قلت لك في أول الحلقة ان العنصر اللي فوق جهد تأكسوده كبير يعني جهد اغتزاله قليل والعنصر اللي تحت جهد تأكسوده قليل يعني جهد اغتزاله كبير طب لما أقولك إيه لقاي موجب لإيه لقاي كده عملية اغتزال يبقى ده جهد اغتزال ومن سيو موجب لسيو ده جهد اغتزال برضه طيب احنا قلنا الليثيوم في المقدمة يبقى له جهد اغتزال قليل والنحاس تحت يبقى له جهد اغتزال كبير يبقى الاختيار اللي بيقول لي إن الجهد القياسي للليثيوم أقل من الجهد القياسي لجهد الاختزال للقياسي المين للنحاس يبقى الجهد القياسي ومش كتب لداتها تأكسده الاختزال بصوا على المعادلة المعادلة إيه لقاي موجب لإيه لقاي طيب آآ السؤال اللي بعده بقولك أعطيت أنصاف التفاعلات الآتية إن أي موجب 2 زاد 2 إلكترون يبقى ده جهد اغتزال برافو وإتش جي موجب 2 زاد 2 إلكترون يدينا آآ إيتش جي ويجهد آآ بـ 86 من 100 معلش هحب أسأل سؤال ده جهد إيه يا واد جهد اغتزال برافو لأن ده عملية اغتزال طيب القانون بتاع بيقولي جهد اغتزال الكاثد ناقص جهد اغتزال الآن طيب مين الكاثد الأعلى في جهد الاختزال اللي هو مين اللي هو الـ يبقى هنا قاف ده الكاف هتساوي جهد اغتزال الكاثد اللي هو 86 من 100 ناقص جهد اغتزال الآند اللي هو 25 من 100 يبقى هنا قاف ده الكاف أو الإيسل بتساوي 86 من 100 ناقص ناقص 25 من 100 هتطلع بالموجب 1 و 11 من 100 تمام نصف الخلية القياسية المنفرد وانا عايزك تكون طالب منفرد ومتفرد في فهم الكنياء السؤال هنا بيسألني على نصف الخلية القياسية اللي هي مين يا واد الهيدروجين الهيدروجين في الحالة القياسية بيكون جهد اغتزاله بصفر طيب يا مستر ليه ما قلتش يعتبر دائرة مفتوحة حيث لا يوجد سريان للإلكترونات منها أو إليها هقول لك ده بطبقه على أي نصف خلية بس ما تكونش قياسية ليه لأن نصف الخلية عبارة عن العنصر في محلول أيوناتو يعني الخرصين مغموس في محلول كابرتات خرصين النحاس مغموس في كابرتات النحاس هنا مش هيخرج طيار كهربي لأن ده نصف خلية لازم يتوصل بحد قياسي فلما أسألك عن القياسي لازم يكون equal zero يبقى هنا جهد الاختزال القطبي له يساوي صفر دائما طبعا دائما يعني في الحالة القياسية إلا two conditions أو الظرفين أو الشرطين اللي قلناهم في الأول اللي هو تغير الضغط عن واحد ضغط جو أو تغير التركيز عن واحد مولر أو تغير الاثنين مع بعض لديك فلز مجهول يتأكسب بفقد إلكترون واحد أي من الطرق التالية تساعد في التعرف عليه طبعا إحنا قلنا عشان أعمل دراسة لجهود أي عناصر أو لجهد أي عنصر لازم أعمله خلية قياسية أو أعمله خلية يكون أحد أقصبها جهد الهيدروجين القياسي عشان أقدر أعمله مقارنة بالهيدروجين إذا كان أقل أو أعلى منه في الجهد أو يسبقه أو يليه في المتسلسلة بل الحل هيكون ممتاز رقم دال بناء خلية كهربية يكون هذا الفلز أحد أقطبها مع قطب الهيدروجين القياسي يما الكهرباء تنتقل من هذا الفلز المجهول إلى الهيدروجين أو العكس طيب ثلاثة أنابيب ألف وبه وجيم وضع بكل منها كمية مناسبة من حمض الهيدروجلوريك المخفف الأنبوبة ألف تصاعدت فقاقيع من الفقاقيع؟ طبعا غيزة الهيدروجين بس التصاعد كان ببطء ده معناه أن الفرق في الجهد قليل ما بين الفلز والهيدروجين ليه لأن التفاعد طرام بطيئي وهما قريبين من بعض في السلسلة أما الأنبوبة به سعود فقاقيع بس بسرعة يبقى أفهم من كده أن الفلز بيه ده هو بيكون الفرق بينه وبين الهيدروجين كبير عشان الإحلال كان سريع أما جيم يعيني عدم سعود أي فقاقيع يبقى أنت كده أكيد عنصر أضعف من الهيدروجين لو تفتكر معنا مين العناصر اللي كانت تحتها تحت الهيدروجين طبعا أشهرهم النحاس والفضة يبقى أن هنا رقم جيم يا نحاس يا فضة مين يبقى أنا بأغد نحاس يبقى أنا كده استبعدت ألف واستبعدت جالد يبقى أنا كده يا به يا جيم طيب قال لي جيم أنشط من به سوري قال لي به أنشط من ألف أرجع بقى للمتسلسلة فاكريني الأغنية اللي قلناها في فيديو الشرح اللي هي بتقول بيبو أغد سانة في زنزانة المجنين كان بائع نصح كريم طيب أغد سانة في زنزانة المجنين زنزانة اللي هو كان الزد N والمجنين اللي هو الـ Mg يبقى الخرصين نبدأ من الهيدروجين من تحت الفوق فكان الخرصين أضعف من المغنيسيوم بإذن الاخترار هيكون رقم جيم للخرصين والمغنيسيوم أنشط من الهيدروجين فبيحل محله لكن المغنيسيوم أكثر نشاطا من الخرصين فبالتالي التفاعل للمغنيسيوم مع الحم هيكون أسرع من تفاعل الخرصين مع نفس الحم صدق الحديد هو عملية كهروكيميائية وخلي بالك السؤال مشهور جدا يقول لك اكتب المعادلة الكلية لصدق الحديد يبقى هنا الإجابة إن أنا بعمل أكسادة للحديد وفي نفس الوقت الأكسوجين الدايف في الماء بيحصل له عملية اختزال يبقى هنا أكسادة الحديد F-E إلى F-E مجاب 2 والأكسوجين الذائف في الماء يختزل إلى O-H طبعا بعد كده الحديد 2 هتكسد لحديد 3 عشان الصيغة الكلية أو النهائية للصدق هي هيدروكسيد حديد 3 تعالى بقى للأسئلة الزكية بيقول لي تابعا لجهود الاختزال القياسية ما ديه جهود اختزال أفكرت العنصر الأعلى في جهود الاختزال يشتغل كاثد تماما يبقى إذن العنصر الأعلى في جهود الاختزال ده بيشتغل كاثد يبقى بيحصل له عملية اختزال إذن هو عامل مؤكسد والعكس صحيح طبب بما إن ديه جهود اختزال يبقى هذه العناصر بتشتغل كعوامل مؤكسدة أي من ما يلي يمكن أن يختزل أيون المنجنيز موجب 3 إلى أيون المنجنيز موجب 2 علما بأن الإيه بتساوي سالب 1 و 29 من ألف بص على الجدول كده هو السالب 1 و 29 من ألف عشان أعمله عملية اختزال يعني أعيز عنصر يختزل هذا العنصر اللي هو بسالب 1 و 29 من ألف هلأي مين العنصر الوحيد اللي يقدر هلأي العنصر الوحيد هو الماغنيسيوم ليه؟ لأنه جهد اختزال الماغنيسيوم نحن قلنا العنصر اللي بيحصل له عملية اختزال أو العامل المختزل بيحصل له عملية أكسدة تاني أولاد العامل المختزل بيحصل له عملية أكسدة يبقى بيكون له اقل جهد اختزال او اعلى جهد اكسد بما ان المسألة المدينة جهود اختزال هاخد جهد الاختزال اللي هو بيكون اقل من الجهد الاختزال اللي عندي من الرقم الاقل هو الماغنيسيوم ليه سالب اثنين تلتمية خمسة وسبعين من الف العامل المختازل القوي بيكون له جهد اختزال قليل وجهد اكسد كبير طيب كمية الطيار الكهرابي لازم لترسيب جرام زر وكلمة جرام زر ايكوال مول من النحاس بناء على التفاعل التالي في فيديو الشرح قلنا ان لترسيب مول محتاج الفاردي في التكافؤ النحاس تكافؤه ثنائي يبقى اذا محتاج اثنين فاردي اللي بعده لترسيب الكتلة الغرية اللي في لز ثلاثة تكافؤ نفس القانون في لز ثلاثة تكافؤ محتاج المول ثلاثة فاردي بس ان عايز بالكولوم ما نقوله الواحد فاردي بيساوي ستة وتسعين الف وخمسمية يبقى اذا الشحنة او كمية الكهربية الكلية بتساوي تلاتة في الفاردي اللي هي بتساوي متين تسعة وتمانين الف وخمسمية كولوم جميع ما يلي من تغيرات تحدث عند وضع قطع من الخرصين في محلول كابريتات النحاس اثنين افكرك بالمعادلة الخرصين زد ان كابريتات النحاس سيو اس او فور ان اللي بيحصل الخرصين بيحل محل النحاس هيدينا زد ان اس او فور زاد السيو السيو ده راسب لونه احمر فبيترسم او بيغطي الخرصين ايه كمان قال لي ان اللون بتاع كابريتات النحاس الازرق هيبدأ يختافي بالتدريج يبقى ايه هنا ولاد اللي هو ما ينفعش اقول عليه بيحصل اثناء هذا التفاعل اللي هو تولوا الطيار كهربي ليه لان الخرصين بيعزل بسبب ترصب النحاس على سطحه اقل الفلزات قدرة على فقد الكترونات واستنى بيقولي هنا اقل قدرة على فقد الكترونات يعني جهد تأكسده قليل جهد تأكسده ايه قليل يعني جهد اختزاله كبير بيقولي اقل الفلزات التالية قدرة على فقد الكترونات يعني قدرته على الاكسده قليل يعني جهد ده اكسده قليل يبقى جهد اختزاله كبير يبقى الحل مين الزئبق لانه اكبر جهد اختزال في العناصر الاربع الموجودة عندي بيقولي اذا كان جهد الاختزال القياسي لكل من الاقطاب التالية هو يبقى دي كلها جهد اختزال تمام وفكرك ان العنصر زي اول سلايد قلته في الفيديو العنصر بيعمل ايه العنصر اللي فوق بيعمل اختزال اللي تحته والعنصر اللي تحت بيأكسد اللي فوق فبيقولي هنا جميع الابارات التالية صحيحة عدا واحدة منها لما تبص كده لجهود الاختزال هتقوم رتب العناصر مع بعضها مين فوق مين فوق مين حسب جهود الاختزال احنا قلنا واحنا نزلين جهد الاختزال بيحصله ايه بيقل يبقى السوديوم تحت منه النيكل تحت منه الفضة هتلاقي ان النيكل في النص النيكل في النص والسوديوم فوق يبقى السوديوم بيعمل اختزال لكل اللي تحته الفضة يعمل اكسدا لكل اللي فوقه النيكل يعمل اكسدا للسوديوم ويعمل اختزال للفضة يبقى هنا كله بtime ان النيكل له الكدرة على اكسدة الفضة ليه ليه الفلز الذي له اكبر قدرة على فقد الالكترونات وده عكس اللي قبل اللي فات حلو الحتة دي الفلز له اكبر قدرة على فقد الالكترونات يعني له اكبر جهده اكسده يعني اقل جهد اختزال واضحة كده يمعلم يبقى الروبيديم الوسائل اللي جهد اختزاله الاقل الوسائل باتنين تسعمية خمسة وعشرين من الف فولت القنطارة الملحية في الخلايا الجلفانية وخلي بالك من السؤال دو يقول لك اذكر دور الانطارة الملحية طبعا الانطارة الملحية ليها اهمية كبيرة جدا ان هي بتمنع تكون او تراكم الشحنات في احد نصفة الخلية وبتعمل على الاتصال غير المباشر بالنصفة الخلية لكن اما يجي يقول لي ايه الدور بتاعها تعمل كحاجز يمنع الاختلاط المباشر ان هي بتعمل عملية توصيل بس غير مباشر بينما حلولي نصفة الخلية وتعمل على الوصول الى حالة التعادل افكرك كان اثناء خليت دانيال كان نصف خليت الخرصين كان الخرصين الموجة بايوناته بتزيد والكبرتات بتقل وكان في نصف خليت النحاس كان تركيز ايونات النحاس بيقل والكبرتات بتزيد فكانت الكبرتات تنتقل من نصف خليت الكافر والنحاس عبر القنطارة الملحية وتروح نزلة في الخرصين او نصف خليت الخرصين عشان تعمل عملية تعادل ايه مما يلي لا يعد صحيحا في الخلايا الجلفانية طبعا الغلال الجلفانية معروفة ان هي بتنتج طيار كهربي ويحصل اكسادة اختزادة عند الاند واختزادة عند الكاثد. الاند فيها قطب سالب والكاثد فيها قطب موجب خلاص ايه اللي ماينفعشي اللي تتحرك الكاتيونات في الخلية الجلفانية ناحية القطب السالب من القطب السالب القطب السالب هنا هو الاند. القطب السالب هنا هو الاند. واللي تتحرك الكاتيونات. لا احنا لسه قلنا في السلايد اللي فاتت. ان الانيونات هي اللي بتتحرك في اتجاه القطب السالب عشان تعمل استمرار لمرور الطيار الكهرباء. افكرك تاني. القطب السالب اللي كان الاند في خليط دانيال. من اللي تحرك له? ايونات الكابريتات اللي هي الاس وفور. وده هات انيونات. لان شحنتها ايه سالبة. المحلول الالكتروليتي متعادل كهرابييا زي الان السي اي اي اسوفور. بيتفاكك لسي وموجب اوه اسوفور سالب اتنين هتلاقي هنا موجب اتنين وسالب اتنين. طيب لو كان كابريتات سوديوم هيتفاكك لاتنين ان اي موجب واحد واس سوفور سالب اتنين. هنا هتلاقي المجموعة الكل للشحنات متساوي. ايونات السوديوم الايون الواحد عالي مجب واحد. فان عندي كم ايون? اتنين في المجموع الكلي مجاب 2 أما عند الكابريتات هو آيون واحد بس بس الشحنة الكلية لعليه بسالب 2 فهنا هيقول أن المجموع الكلي للشحنات المجابعة على الكاتيونات يساوي مجموع الشحنات السالبة على الأنيونات ملاش علاقة بعدد الكاتيونات وعدد الأنيونات وندتك مثالين مثال العدد قد العدد ومثال العدد مش قد العدد يعني كابريتات نحاس سي يو إس و أفور اتفاكت لسي يو مجاب 2 وإس و أفور سالب 2 فهنا عندك السي يو هو ايون واحد والاسو افور هو ايون واحد خلاص لكن المثال اللي بعده قلتلك كابريتات السوديوم ادان اتنين سوديوم بس واحد كابريتات بس العدد الكولي للشحنات ايكوال متساوي بل اجابة هنا رقم به اعطيت الفلزات التهلية حديد ونحاس قرصين ودهب فانه يمكن معرفة ترتيبها في السلسلة طبعا عشان اعرف الترتيب هل اضافة المية حى بعنوها بأضافة المية لا إضافة حمض الهيدروكلوريك برضو نفس المشكلة هتلاقي عنصر العنصر من الهيدروجين عفوضه يتفعله مثل الماء이에요 ولكن اضافة كل منهما الى محلول ملح فلز اخر او كانت هكذا الاضافة بغض النظر هما فوق ولا تحت فالاجابة الاصح اضافة كل منهما الى محلول ملح فلز اخر والله او كان العنصر المضاف اقوى من الفلز المضاف اليه يحصل عملية احلال ولا عكس صحيح احد الفلزات التالية يمكن ان يوجد في الطبيعة على حالته العنصرية واستنى هنا بقى موجود على حالة العنصرية يبقى العنصر ده النشاط بتاعه قليل يعني موجود في مؤخرة المتسلسلة اذا هذا العنصر بيكون له جهد اختزال كبير تاني العنصر الذي يمكن ان يوجد في الطبيعة على الحالة العنصرية يعني بيحصل له عملية اختزال بسهولة يعني جهد اختزاله كبير اذا سيكون النحاس لانه جهد اختزاله هو الاكبر فمنه للاختزال يتحول من ايون الى فلز هي الاكثر لانه جهد اختزاله اكبر اقل الفلزات التالية قدرة على فقد الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي احنا خلاص خدناها بقى وعرفنا الفكرة اقل قدرة على الفقد يعني ده ما عندوش قدرة على التأكسد يعني جهد تأكسده قليل يبقى جهد اختزاله هيكون كبير من اكبر رقم 34 من 100 سالب 76 من 100 85 من 100 ولا 12 من 100 طبعا بين الرقم الاكبر هو 85 من 100 اللي هو الزئبق HG في نصف الخلية القياسي ايه اللي بيحصل هل تسري الالكترونات لانها دائرة مغلقة دي نصف خلية تتأكسد ذرات القطب الى ايونات في المحلول فقط ولا تقل قطلة القطب ويزيد تركيز الكاتيونات في المحلول والله على حسبه شغال اند ولا كاثد لو كان شغال اند ايه اللي هيحصل هيحصل عنده عملية اكسادة واذا كان شغال كاثد هتبدأ يترسب عليه فبالتالي يحصل عملية زيادة لكن في نصف الخلية بيحدث عملية اتزان بين ذرات القطب وايوناته في المحلول بيحدث عملية اتزان بين ذرات القطب اللي هو الفلز الصلب وبين ايوناته اللي هي جوه المحلول الالكتروريط المغموس فيه المعادلة التالية تمثل التفاعل الكل لخلية جلفانية زد ان زد اثنين اتش دي نزد ان مجابة اثنين زاد ال ايتش تو هنا قلتلك بص على المعادلة الزد ان داخل بصفر خرج مجابة اثنين اذا حدث اكسادة يهو اند الهايدروجين العكس داخل مجابة واحد قرج بصفر حصل له اختزال اذا هو الكاثد وهنا هستنتج من كده ايه طبعا الاند اقوى من الايه اقوى يعني اقوى منه يعني بيسبقه في متسلسلة النشاط الكيميائي يعني ده معناقي ان الخرصين ده شغال اند يعني له جهد تأكسد كبير وجهد اختزال قليل الهايدروجين العكس له جهد تأكسد قليل وجهد اختزال كبير اللي عنده جهد تأكسد كبير عامل مختزل قوي واللي عنده جهد اختزال كبير عامل مؤكسد قوي يبقى خلاص بينا خلاص اهيا ان الحل الخرصين عامل مختزل اقوى من الهايدروجين ليه يا مستر لان الخرصين اشتغل اند يعني جهد تأكسد كبير اذا هو عامل مختزل قوي طيب إذا علمت أن جهود الاختزال القطبية لكل من نيكل حديد نحاس أولومينيوم هي على الترتيب والأرقام مدهالي فإن أنا رحت جاي عملها لك زي ما قلت لك قبل كده رحت جاي مرتبة عناصر حسب جهود التأكسد أو حسب جهود الاختزال المدهالي فرقيت أن الألمونيوم بعديه حديد بعدين نيكل بعدين نحاس طيب إلي يحصل إحنا اتفقنا يا رجالة إن العنصر يختزل اللي تحته ويأكسد اللي فوق يعني الألمونيوم يختزل كل اللي تحته والنحاس يأكسد كل اللي فوق تب تعالى على الحديد الحديد يقدر يأكسد الألمونيوم آه لأنه تحته وفي نفس الوقت يقدر يختزل النيكل وكذلك النيكل يقدر يأكسد الحديد ويختزل النحاس تاني الأغنية بتقول أنا كعنصر أختزل اللي تحتي وأكسد اللي فوقي أنا كعنصر أعمل إيه أكسد اللي فوقي وأكسد اللي فوقي وأكسد اللي تحت تاني أي عنصر بيعمل عملية اختزال للعناصر التي تليه ويعمل أكسد للعناصر التي تسبقه طيب لما أبص كده طيب هاخد أول ألف ألف كده هل النحاس يؤكسد الألمونيوم النحاس يؤكسد الألمونيوم ولا يؤكسد الحديد ازاي يعني ده النحاس ده هو اللي تحت يقدر يأكسد الكل لا يا عمل الاختيار ده غلط ليه لأن المستد نور الأمور قال لي إن العنصر يقدر يأكسد كل اللي فوق والنحاس تحتهم كلهم إذا يقدر يأكسدهم كلهم يبقى ألف لا تب بيه النحاس يختزل الحديد أبص كده النيكل تحت الحديد لا والله أنا ده يأكسد الحديد يبقى بيه بردو غلط طب رقم جيمت ألمونيوم وأكسد الحديد أبص كده الألمونيوم يؤكسد الحديد لا إزاي هنا أولاد لما يأكسد كده هتلاقي إن الإجابة إن الحديد يؤكسد الألمونيوم ويختزل النحاس لأن الحديد يعمل للألمونيوم وعملية أكسادة وفي نفس الوقت الحديد يسبق النيكل يبقى يعمل للنيكل عملية اختزال إذا علمت أن جهود الاختزال القطبية للفضة والنحاس والرصات والزنك هي على الترتيب الزنك أو الخرصين ومديني أرقام فإن الفلز الذي يتغطى بطبقة من الفلز الآخر نتيجة غمره في المحلول هو فلز العنصر الذي يتغطى بطبقة من الفلز الآخر يعني يقدر يطرده صح كده العنصر لما يطرد عنصر تاني أكيد له جهد تأكسد أكبر هتلاقي هنا مين هتلاقي الرصاص بي بي يقدر يطرد النحاس ليه علشان جهد تأكسد الرصاص أكبر من جهد تأكسد النحاس العنصر يقدر يتغطى بعنصر تاني أو يطرد العنصر من محل أملاحه إذا كان له جهد تأكسد أعلى أو جهد اختزال أقل فهتلاقي هنا جهد طبعا لم يدهل لي جهد لا جهد اختزال طبعا عايز عملها جهد تأكسد فعكس الإشارة ماشي فهتلاقي هنا الرصاص له جهد تأكسد أعلى من النحاس فبالتالي يقدر يحل محل لإيه النحاس إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية للعناصر دي انتسوديوم وألمونيوم ونحاس وماغنيسيوم هي على الترتيب فإن العنصر الذي له أقل قدرة على الفقد سؤال مقرره هو نفس الفكرة أقل قدرة على الفقد ده معناه أن جهد تأكسده أليل يعني جهد اختزاله كبير إذا العنصر هيكون النحاس إذا علمت أن جهود الاختزال القطبية لكل من خرصين والحديد السنائي والماغنيسيوم والنحاس 2 والرصاص 2 والألمونيوم والفضة هي على الترتيب مدين الأرقام أي مما يلي لا يحدث فيه تفاعل يعني إيه لا يحدث فيه تفاعل يعني المحط قطب حديد في كابرتات ألمونيوم يعني هل الحديد يحل محل الألمونيوم إحنا قلنا العنصر بيحل محل العنصر آخر في حالتين هي نفس الحالة بس يعني حالة وعكسة يعني إيه يعني الحديد يحل محل الألمونيوم والله لو جهد تأكسد الحديد أكبر من جهد تأكسد الألمونيوم يبقى الحديد يحل محل الألمونيوم أو إذا كان جهد اختزال الحديد أقل من جهد اختزال الألمونيوم يبقى الحديد يحل محل الألمونيوم قارن كده حتلاقي انه جهد الاختزال بتاع الحديد حتلاقيه بكم الحديد ده الرقم التاني بسالب 44 من 100 والألمونيوم هو قبل الأخير سالب 1.67 من 100 حلاقيه هنا انه جهد اختزال الألمونيوم خلاص هنا عندي جهد اختزال الحديد أكبر هنا ما جاء رأي أولاد ده جهد اختزال الحديد بكم سالب 44 من 100 أما الألمونيوم بكم هتلاقي ان الألمونيوم موجود بسالب 67 من 100 فبالتالي ان العنصر يحلي محل العنصر الآخر إذا كان جهد اكسده أكبر أو جهد اختزاله أقل خلاص فهتلاقي الإجابة الصحيحة هي مين هتلاقي هنا قض هنا الحديد وكبرتات الألمونيوم لا ينطبق عليه الحالة دي ليه؟ لان المستر قال ان العنصر يحلي محل العنصر آخر لو كان له جهد تأكسد أعلى أو جهد اختزال أقل بس أنا لقيت انه جهد اختزال الحديد أكبر من جهد اختزال الألمونيوم فبالتالي العبارة دي غير صحيحة إذا لا يحدث هنا تفاعل كيميائي لي يا مستر عشان جهد اختزال الحديد أكبر من جهد اختزال الألمونيوم يبقى الحديد ما يقدرش يعمل له عملية إحلال أو عملية طرده من محليله أفضل العوامل المؤكسدة وأنا مغمط كده أفضل عامل المؤكسد يعني العنصر اللي جهد اختزال كبير عند جهد الاختزال هنا للحديد الثنائي سالب 2.7 من 10 الألمونيوم سالب 1.6 من 10 السوديوم سالب 2.7 من 10 النحاس بموجب 34 من 100 يبقى احنا قلنا أفضل عامل مؤكسد وأعلى جهد اختزال بالرقم هيكون للنحاس الثنائي أثناء تفريغ الشحنة بتاعة المركم الرصاصي ويحنا قلنا بيحصل أكسدة واختزال تلقائية أثناء التفريغ فبيانتك طيار كهربي فإيه اللي بيحصل هل بتتأكسد زرات الرصاص ويقل تركيز الحمد ولا تتأكسد زرات الرصاص ويزداد تركيز الحمد ولا تختزل زرات الرصاص ويقل تركيز الحمد ولا تختزل زرات الرصاص ويزداد تركيز الحمد أولا الحمد تركيزه بيقل إنه ينتج مي يبقى هنا هاختار الاختيار اللي فيه يقل تركيز الحمد يبقى هنا كده الإجابة يالف يئمة رقم جي طيب هل أني فيهم الأصحة تتأكسز ذرات الرصاص ويقل تركيز الحمض ولا تختزل الرصاص والله اللي بيحصل له عملية اكسدة هي الرصاص بي بي بتاع الانود يتحول الى بي بي موجة باتنين وبينتج مية وتركيز الحمض بي قل بل يجابها كرقم الف انت تتأكسز ذرات الرصاص وده اللي بيحصل عند الانود عند شحن بطارية السيارة ايه اللي بيحصل لما يجي اشحن خلي بالك انا بعمل عكس لاتجاه الطيار ليه عشان بوصل البطارية بمصدر للطيار المستمر جهده يزيد قليلا عن جهد البطارية فبيحدث انعكاس للاقطاب يعني المية تركيزه يقل والحمض تركيزه يزيد ايه اللي يحصل بقى هلا ان كابريتات الرصاص اللي اتكونت اللي هي احنا قلنا الانود اللي هو الرصاص هيتحول لكابريتات الرصاص والكاتد اللي هو ثاني اكسيد الرصاص اتحول برضو لكابريتات الرصاص فتبدأ كابريتات الرصاص تتفكك وترجع الى الرصاص عند الانود وثاني أكسد الرصاص عند الكاثد ليه؟ لأن أثناء الشحن بيحدث نعكاس للأقطاب وبتتحول الآنود إلى كاثد والكاثد إلى آنود وبيرجع تاني يحدث أن المواد لتكونة أثناء عملية التفريغ تبدأ تتحول تاني إلى الآنود والكاثد قبل عملية التفريغ يعني جاء برقم دال الأقطاب المستخدمة في المركم الرصاصي بصنعها منين؟ بصنعها من طبعا معروفة الآنود والرصاص والكاثد من ثاني أكسيد الرصاص عند تفريغ شحنة المركم الرصاصي قال لي فإن جميع العبارات التالية صحيحة عدا واحدة هل بتترسب كابريتات الرصاص عند الآنود والكاثد؟ نعم لأن الآنود إلى الرصاص بيتأكسد لكابريتات الرصاص والكاثد ثاني أكسيد الرصاص الرصاص فيه بيكون مجابة 4 بتحاول لكابريتات الرصاص عادة تأكسد والرصاص فيه بمجابة 2 ولا بتقل كسافة الإلكتروليت النماء بتزيد فتركيز الحمض بيقل ولا بيعمل المركم كخالية إلكتروليتية؟ استنى الشحن لا ده الشحن ينتج طيار كهرابي لبيدية العبارة الخاطئة لأن المركم يعمل كخالية إلكتروليتية؟ لا يفندم ينتج طيار كهرابي أسناء عملية التفريغ عند غلق الدايرة الخارجية في الماركم الرصاصي إيه اللي بيحصل؟ غلق الدائرة الخارجية في المركم الرصاصي يعني بتعمل عملية تفريغ؟ اه إيه اللي بيحصل؟ قلق إن الأنود يحصل لعملة أكسابة والكاسب يحصل لعملة اختزاي والإثنين يتحولون إلى كبرتات رصاص لبقى الإجابة؟ بس كده السؤال كويس هل يترسب كبرتات رصاص اثنين عند الكاثد وثاني أكسود الرصاص عند الأنود؟ أولا يترسب ثاني أكسود الرصاص عند الكاثد والأنود؟ ولا تقل كثافة المحلول الإلكتروليتي ولا ترسب كبرتات رصاص اثنين عند الأنود؟ أنا اختيار فضلط هو الأصح آه برافو واحد يقول لي مستر تم هتترسب كبرتات رصاص عند الأنود؟ أي هتترسب برضو عند الكاثد لكن الأصح أو الأدق تقل كثافة المحلول الإلكتروليتي بسبب تكون الماء فبالتالي تركيز الحمض بيقل عند شحن المركب الرصاصي إيه اللي بيحصل؟ هل قيمة القس الهيدروجيني الـ PH لا تتغير؟ طيب إزاي؟ ما تركيز الحمض بيتغير؟ تركيز الحمض بيزيد؟ الـ P-B-S أو فورة التي تتكونت من عملية التفريغ تتحول إلى P-P و P-B-O2؟ ولا صفائح الرصاص في المرقم تزوب مكونة الـ P-B موجب 2؟ لا والله ده عند التفريغ مش عند الشحن ولا جميع آيونات الـ P-B موجب 2 تتأكسد إلى P-B موجب 4؟ لا يا فندم ما بيحصلش الكلام ده اللي بيحصل إن كابريتات الرصاص اللي تتكونت ترجع تاني تتحول إلى رصاص عند الانود وثاني أكسد الرصاص عند الكاثد في عملية التحليل الكهرابي لمحلول كابريتات النحاس 2 باستخدام أقطاب من النحاس فإن قطب الكاثد هنا بقى القطبين عبارة عن النحاس طيب أنا بعمل تحليل مين؟ كابريتات النحاس طيب رمزها إيه؟ C-U-S-O-4 لما بمرر فيها الطيار بتتحل إلى إيه؟ بتتحل إلى C موجب 2 و S-O-4 سالب 2 حلو الـ C موجب 2 ده يحصل له عملية اختزال ليه؟ لأنه بتتاجه نحو الكاثد طيب يبقى مين يحصل له اختزال أيونات النحاس الموجودة في المحلول الإلكتروليت وتروح رايحها للكاثد اللي هو مين؟ أقطاب من النحاس يا كمان طيب هل قطب النحاسة نفسه هيجر له حاجة؟ أبدا ده هو كده إيه؟ مجرد بيعمل كاثد لاتصاله بالقطب السالب البطاري طيب هل تحدث له عملية أكسدة؟ أبدا والله هل لا يحدث له أكسدة باختزال؟ ولا تحدث عنده عملية أكسدة؟ ولا تحدث لمادته عملية اختزال؟ واحد يقول لي مش كاسد؟ يبقى يحصل له عملية اختزال أبدا هنا طيب واحد يقول لي تحدث عنده عملية اختزال؟ أه، بس مش موجودة خلي بالك الاختزال بيتم الايون اللي جنبه مش لقطب النحاس ذات نفسه يبقى هنا القطب ذات نفسه لا تحدث لو أكسدة ولا اختزال أمان مين اللي بيحصل له اختزال يا مستر؟ بيحصل لأيونات النحاس المذابة جوه المحلول الإلكتروليتي عند امرار كمية من الكهربية قدرها نصف فردي في محلول يحتوي على كاتيون في لز يترسب 4.5 جرام في ان الكتلة المكافئة عمك مثل النور قال لك يوات في قانون بيقول ان كمية الكهربية بالفردي بتساوي الكتلة المترسبة على الكتلة المكافئة طيب انت عايز تحسوي الكتلة المكافئة الكتلة المكافئة بتساوي ايه بتساوي الكتلة المترسبة الكتلة المكافئة تاني اولاد الأق permanent عن الكثلة المكافأة تكمل على الكمية الكهربائية كدة سيثذه القانون من كتلة المقافأةій سيأكل من نسبة قليلة الزهدI اخرى يسأكلَ الزهدI أكس يسأكلَ الحل حلقة الحل يمّا بالقانون الكتلة المترسبة على الكتلة المكافئة الكتلة المكافئة تساوي الكتلة المترسبة على كمية الكهربية بالفردي يعني 4.5 على النص تطلع فيها 9 جرام أو تقول كده إن الواحد فردي بيرسب الكتلة المكافئة النص فردي بيرسب 4.5 ويعمل طرفين فوسطين يطلع نفس الرقم عند سرايان كمية من الكهربية المقدار 4 فردي في محلول كبريتات النحاس فإن عدد مولات النحاس عدد إيه مولات يبقى هنا لازم أرجع للقاعدة اللي قلت لك عليها إن المول عشان أرصبه محتاج الفردي في التكافؤ الفردي في التكافؤ إذا كان الفلز المرسب صلب النحاس في لز وصلب يبقى الفردي في التكافؤ النحاس تكافؤ إيه صنائي عرفت منين من الصيغة النحاس هنا عدد تأكسيده موجة باتنين يبقى هنا عدد الشحنات باتنين يبقى الواحد مول محتاج اتنين فردي يبقى هنا الواحد مول محتاج اثنين فردي يبقى سين مول محتاج اربع فردي تطلع الحل بكام باثنين مول عند امرار كمية من الكهرباء مقدرها اثنين من عشر فردي في محلول كابريتات النحاس سيو اس وفور والنحاس هنا سناء التكافر فان كتلة النحاس المترسمة على الكافر بتسوي كم جرام احلها ازاي دي بقى الا الاتبسيطة لها اكتر من طريقة و Emil developsubullahc f. خاصية المصبع كمية الكاهراباب الفردي تطبيق في القرنة التكون لك كمية الكاهراباب الفردي حتساوي الكتلة المترسبة على الكتلة المكافئة يبقى هنا نحاسي بمين؟ الكتلة المترسبة بالكتلة المترسبة بتساوي الكتلة المكافئة في كمية الكهراباب الفردي بان لا تتكامل وهي الكتلة الكتلة الذريه علي عدد الشحنات الكتلة الذريه بكام ب 64 تب الشحنات بكام ب 2 64 على الاتنين تطلع فيها ال 32 اضرابها بقى في اتنين من عشرة تطلع لك ممتاز 6 و 4 من عشرة جراب كمية الكهرباء اللازمة لاختزال جميع كاتيونات الهايدروجين الموجودة في 2 مول من حمض الكابراتيك الاول عشان اعرف كمية الكهرباء اللازمة لاختزال الهايدروجين في 2 مول تم الاول اعرف لي كمية الكهرباء اللازمة لاختزال جميع الكاتيونات في مول واحد بس الهايدروجين بحمض الكابراتيك تفكك الاتنين اتش موجب و اصه افور ساليب اتنين افقرك تاني بالحلقة بتاعت الحل وقلتلك عشان اعمل تصاعد لغاز بقول بتساوي الشحنات في الفاردي مضروبة في عدد ذرات اللي موجودة في الجزيين الهايدروجين اتش تو يعني اتنين في واحد في واحد يعني المول الواحد من الهايدروجين محتاج كام اتنين فاردي بل اتنين مول محتاجين كام محتاجين اربعة فاردي قال مسألة بقى والشكل البين ده من الحاجات المهمة جدا اللي جات في الامتحنات وقعت طالبة كترة جدا بيقول لي الشكل التالي يعبر عن العلاقة بين كتلة الكاثد في خلية تحليلية والزمن استنى هو الكاثد ده قبل ما يخش التحليل الكهرابي كان ليه كتلة ولا كتلته بصفر لا كان ليه كتلة اذا الكتلة هنا عمر مبدأ بها بصفر يعني هو الكاثد ده كان مثلا سيبه 10 جرام ولما ممررت في الطيار الكهرابي بدأت الكتلة تزيد يبقى اذا الحل هيكون رقم اللي بيكون فيه الجزء المقطوع من محور الكتلة ده بيعبر لي عن ايه ده بيعبر لي عن كتلة الكاثد قبل مرور الطيار الكهرابي يعني سيبه هنا 10 جرام ودأت الكتلة تزيد بعد كده يبقى هنا اللي فيه جزء مقطوع من محور الكتلة ده بيعبر عن كتلة الكاثد قبل مرور الطيار الكهرابي لكن اللي جاي ده عكسه الشكل التالي يعبر عن العلاقة بين كتلة المادة المترسبة على الكاثد في خلية تحليلية والزمن كتلة المادة ذات نفسها اللي هي هتترسب على الكاثد انا في بداية التفاعل خالص لسه ما فيش كتلة ترسبت لسه ما فيش كتلة اترسبت انا بتكلم على الكاتيونات اللي حصل لها اختزال هي لسه ما تمش اختزال كتلتها لسه المترصب صفر وتبدأ تزداد تدريجيا بالعلاقة هتكون علاقة ترضية تبدأ من نقطة الصفر لان قبل مرور الطيار الكتلة المترصبة بتساوي صفر ده كان الجزء الاول في المراجعة اتمنى يكون افادكم واستفدتم منه لأي تعليق اتمنى اشوف التعليق بتاعيكم تحت في الكومنس وللتواصل على الواتساب 010-62-87-180 شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا